أهلاً وسهلاً بكم أكيد استغربتوا عنوان الحلقة دي هو فيه إيجابية سامة مش الإيجابية دي حاجة جميلة والسلبية حاجة وحشة مش التفكير الإيجابي وعلم النفس الإيجابي والسلوك الإيجابي مهمين للتوازن النفسي والصحة النفسية مش ده اللي احنا تعلمناه بقالنا سنين والعكس التفكير السلبي والسلوك السلبي حاجة وحشة ولازم نتقومها ونبعد عنها أكيد المفاهيم دي صح ولكن ليها جوانب أخرى في نفس الأهمية وهي خافية عن معظم الناس وموضوع حلقتنا النهاردة أحد هذه الجوانب المسكوت عنها أو الخفية تقدروا تعتبروا حلقة النهاردة من حلقات التعافي وفي نفس الوقت من حلقات حية للخداع هتفهموا إزاي وحنا بنشرح الحلقة دي متقسمة كذا جوز هنشرح الأول تسلسل تاريخي مهم عصرناه كلنا وأثر فينا جداً جداً وبعدين هنعرف المشكلة نعرفها ونقول هي عبارة عن إيه ونشرحها ومظاهرها إيه في صدوكنا وإزاي هي خطر علينا وبعدين نصحح المفاهيم دي في آخر الحلقة بعد ما تكون اتضحت الصورة بكامل جوانبها ووعدكم لو سمعتوا الحلقة دي للآخر هتشعوروا براحة نفسية كبيرة جداً بعد ما تتخلصوا من شعور كان مسبب لكوا إحباط ويأس وكان ثغرة كبيرة بيدخل لكوا منها كل أنواع المتلعبين سواء في العلاقات الشخصية أو في الشغل أو أونلاين فالحلقة دي مهمة للرجال والستات ولينا كلها الأول خلونا نستفيد بأول نقطة مهمة من أول العنوان اللي فيه مفهومين شكلهم كأنه عكسبه إيجابية وسامة كل حاجة في الحياة لازم تكون أحد اختيارين فقط يعني هل ده الطبيعي ده العادي نبقى الحاجة يا إما حلوة يا إما وحشة يا إما مفيدة يا إما مضرة تعالوا ناخد مثال جميل من القرآن ربنا سبحانه وتعالى لما حرم علينا الأمر والخمرة علمنا إزاي نفكر بموضوعية وعقلانية في كل شيء فقال لنا فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما الوصفة دي علاج للتفكير القطبي اللي هو من نقيد للنقيد اللي بيخليك تشوف الدنيا أبيض ويسود صح وغلط ينفع ما ينفعش أحيانا في حاجة مفيدة ممكن يبقى فيها ضرر والعكس حاجة مضرة يكون فيها بعض النفع وعليك إن أنت تفكر بموضوعية وبعقلانية تقيس نسبة النفع والضرر وتختار على هذا الأساس تمشي حياتك إزاي إحنا شرحنا قبل كده إن من الأثار السيئة للحياة في بيأنرجسية سواء أحد الأبوين أو الزوج أو الزوجة إن تفكيرك بيتحول لتفكير قطبي محصول في اختيارين فقط نقيدين خير وشر جيد وسيء صعب أو سهل زي الأطفال اللي متخيلين إن الدنيا بسيطة وسهلة ومقسومة نصين الطيب لابسه بيض ولازم يكسب والشرير لابس سويد ولازم يتعاقب حلقة السزاجة المفروطة فيها شرح القصة دي شكل التفكير ده مفيد للاستغلاليين وللنرجسيين لإنه بيسهل عليهم التلاعب في اتجاه اختيار واحد فقط من اتنين مش من عدة اختيارات فهم من مصلحتهم يحصروك في إنك تشوف الحياة نصين كده متنقدين أبيض واسود ولكن حقيقة الحياة الواقعية اللي احنا عايشينها كناس كبار أصعب بكتير من كده ومحتاجة تفكير أعمق وأنضج من كده لإن التفكير القطبي بيخليك غير قادر على رؤية احتمالات أخرى غير الاحتمالين دول فقط وحلول المشاكل الحلول الابتكارية الشخص اللي بيعرف يحل مشاكل لازم يعرف يشوف المشكلة من جوانب عديدة جدا وبالتالي يشوف لها احتمالات للحل كتيرة جدا فاللي شايف الحياة يبيض يسود نظرته للحياة والناس وحل المشاكل محدودة جدا لأنه مش شايف كل الأطياف اللي في المنتصف موضوعنا النهاردة مثال على المساحة اللي في المنتصف دي ما بين المفيد المطلق والمضر المطلق بس لازم نبدأ القصة من الأول وده هيفهمنا حاجات كتير في التسعينات من القرن العشرين ظهرت بقوة في أمريكا موضة التطوير الزادي self development في كتب ومحاضرات ومواقع اللي بقنا بنطلق عليها مع بعض لكشة كده على بعضها التنمية البشرية وكان تركيزها الكامل على الفرد باعتباره محور الحياة محور الكون هو الفرد مش الأسرة ولا المجموعة ولا المجتمع وباعتبار الفرد ده قادر على تحقيق كل شيء الشهرة والمال والنجاح والحب وكل ما عليه أنه يتعلم مهارات معينة تحوله لسوبرمان ما فيش حاجة تقف قدامه من آيقونات الفترة دي كتب زي العداد السابع والسر والبرمجة العصبية وظهر عدد لا نهائي من النظريات المسلوقة اللي ابتكرها أفراد معظمهم غير متخصصين بس شاطرين في البزنس وبعرفوا يتكلموا ونشروا الكلام ده في كتب وفي محاضرات وبودكاست وشرايط أياميها بقى كان شرايط وديسكات وحاجات بالشكل ده سيديز واكتسبت مصداقية فقط من الانتشار عبر التصويق الاحترافي اللي كان متاح وقتها رغم إن كتير منها طلع إنه مش صحيح وإنه لم يأخذ على أي معايير علمية وإنه كان بشكل كبير جدا مضلل للناس وكان مضمون هذه الموجة الفكرية النفسية باختصار إن أنت لو غيرت طريقة تفكيرك هتتحول لكائن أسطوري خرافي خارق يستطيع تحقيق أي شيء يريده أي شيء حرفيا وده كان وعد مثير جدا طبعا لعالم على أعتاب صورة المعلومات كانت لسه الإنترنت بتبتدي في الوقت ده وبقوا الناس فعلا حاسين إنه هم ملكوا الكون وإقدروا يعملوا أي حاجة بضغطة زر بالتكنولوجيا المهولة الرهيبة اللي هم عادين قدامها دي زي ما إحنا دلوقتي حاسين بالنسبة للـ AI كده للزكاء الاصطناع لما الأفكار دي وصلت العالم العربي في نهاية التسعينات لص التسعينات كده أو آخر التسعينات من خلال كذا اسمت شهر وشهرة أسطورية وقتها تم إعطاء المفاهيم دي صبغة دينية بالربط بينها وبين التعليم السماوية أنتوا فاكرين في حلقة الإيذاء الديني لما شرحنا إزاي اللي عايز يستغل للناس ساعات بيقوم حطط لهم عباءة كده فوق الكلام توحي إنه هو مرتبط بالدين فيكتسب قداسة فالمفاهيم دي اكتسبت حصانة وقداسة وانتشار غير مسبوك بسبب تقديس مجتمعاتنا لكل ما هو ديني رغم إن أهم مفاهيم هذه الموجة في رأيي الشخصي تتعارض تماما مع مفاهيم الدين إزاي؟ إن إيمانك بنفسك أهم إيمان في حياتك وإنك تستطيع تحقيق أي شيء حرفيا بلا حدود كأنك تستطيع حشل الله أنت كل الشيء كن فيكون بمجرد قوة تفكيرك الخارقة دي وإن اختيار قدرك بين إيديك وتستطيع تغييره بقوة الإرادة والكلام ده المفاهيم دي الكور بليفس دي بتاعت الموجة دي هي نفسها الكور بليفس بتاعت ما يسمى نيو إيج اللي هي ثقافة أو موجة العصر الجديد اللي بتقدس الفرد بعد ما الغرب تخلى عن أي مفاهيم دينية وبقينا إحنا معرضين للمفاهيم دي ومتخيلين إنهاء من الدين ودي المأساك كبيرة اللي عملت في التسعينات الحقيقة إن أي مؤمن لازم يشعر بالتناقض أمام المفاهيم دي لإنه المفروض مقتنع إن ربنا هو فوق كل شيء وإن هو الخلق الرازق وإن الإنسان مجرد مخلوق من خلق الله وخاضع لإرادة الله اللي هي فوق كل شيء وإن قدر الإنسان من صنع الله مش من صنع الإنسان وبالتالي لازم المفاهيم دي تخضه جداً لإن الإيمان بالقدر بالنسبة للمسلمين من أركان الإيمان في الإسلام يعني اللي لخبة المفهوم ده يخل بأحد أسس إيمانه كمسلم بس اتباعت للناس بطريقة براقة جداً فناس كتير قوي جريت في السكة دي وبقى حلم شباب كتير يحصلوا على شهادة معتمدة من أحدهم إن هم مدربين تنمية بشرية ويقدروا يعلموا الناس المفاهيم دي خصوصاً المخلوطة منها بالدين شخصياً لما بحثت في مصدر الشهادة اللي كان بيعطيها أحدهم دلت شهر يعني بقى أشهر من نار على عالم في العالم العربي باعتباره أول مدرب معتمد بن خسين كده اكتشفت إنه هو اللي اعتمد نفسه من معهد وهمي باسمه مسجل في نفس عنوان بيته في كندا وبعدين بدأ يعطي شهادات اعتماد للشباب بفلوس في كرسات باعتباره خبير من حقه منح شهادات وهو اللي أعطى لنفسه الأصل مصدر الكلام اللي احنا بنقوله ده هو كان مصدر الإفراط والمبالغة في تصديق معجزات التفكير الإيجابي خصوصاً في مجتمعاتنا ومن هنا نبدأ ندخل لأهم نقطة في حلقتنا اللي هي يعني ايه مشكلة التفكير الإيجابي المبالغ فيه جداً ده اللي عملوه بتوع التنمية البشرية في نفس الوقت ده ظهرت نظرية علم النفس الإيجابي إن علم النفس كان بيركز فيما سابق على دراسة وتشخيص لأن الحرافات والخلل باعتباره علاجي والمفروض نبدأ ناخد كمان في الاعتبار دعم الصحة النفسية وبناء نفسية سليمة متوازنة باعتباره وقائي باعتبار علم النفس ده وقائي مش مجرد علاجي يعني كأننا بنغير نظرتنا للإنسان من نظرة سلبية تبحث عن الخلل لنظرة إيجابية تبحث عن نقاط القوة المحتملة فنقوم نقويها من بدري عشان نقيه من الوقوع في المشاكل النفسية كأننا بنقوي مناعة حد ضد الأمراض وده كلام جميل ده بالقطع كلام جميل ولكن هو كمان استخرج من صياقه وأصبح مشاعر بتوع التنمية البشرية كمنتج جديد ينعيشوا بشغلهم اللي كان نام بقى بقى لهم كتير بيقولوا نفس الكلام فما صدقوا لقوا هوجة جديدة يمسكوا فيها وبدأت هوجة كل حاجة إيجابية تبقى حلوة وجميلة وغاية الحياة ودي علم النفس هو يا جماعة بيقول بقى عندهم بقى مصدر يسندوا عليه وممنوع نشوف أو نشعر أو نعبر عن أي حاجة سلبية لأن ده غلط وضعف وحش وهنا تبدأ مشكلتنا الخطيرة جدا إحنا بسبب المفهوم الغريب ده وصلنا للي إحنا في حالين من ناحية حالة إحباط جماعي لأن أجيال من اللي صدقوا الكلام ده اكتشفوا أن هما ما حققوش أي نجاح ملموس في حياتهم يختلف عن أي حد حواليهم إلا طبعا اللي دخلوا اللعبة وبقوا جزء من النصباية وبقوا هما كمان بيبيعوا شهادات مضروبة على كورس كيف تصبح مليونير في ربع ساعة هيقول لك إيه في الكورس اعمل زي بيبيعوا شهادات مضروبة للناس ومن ناحية بقى عندنا حالة عداء أو استخفاف بأي مفاهيم صحيحة وعلمية تتعلق إما بالتطوير الزاتي أو بالصحة النفسية باعتبارها طلعت مجرد تخريف ودجل بهدف الربح فحاجات لا يمكن تحقيقها على أرض الواقع فاسبكوا يا جماعة من الهوسة دي وكل واحد بيعيعيش بطريقته طيب الكلام دي علاقته بموضوعنا أنتوا عارفين أننا في الحلقات مش مجرد بشرح لكم نظريات من الكتب ولكن بحب ألاحظ المتغيرات الاجتماعية الحقيقية على أرض الواقع في حياتنا فعلا واربط بينها وبين المفاهيم العلمية من وجهة نظري وعلى حد علمي المحدود طبعا فبحيس أننا نقدر نفيد المستمع العربي بحاجة تمس وواقعه حصلت له في حياته فعلا والنقطة دي من النقاط الهمة جدا بالنسبة لي المناخ النفسي والفكري اللي وصفته في النص الأول من الحلقة دي كانت البيئة اللي تربى فيها كتير جدا من الناس اللي بيسمعوني تلوقتي وبالتالي كتير جدا مننا مش منتبهين أنهم فريسة لما يسمى حاليا في الأوسطات النفسية الإيجابية السامة toxic positivity اللي المتخصصين في الصحة النفسية بيقولوا أنها ظاهرة بدأت في الازدياد بشكل ملحوظ مؤخرا وده سبب الحلقة دي ليه لازم نبص في الموضوع ده هي ايه أصلا الإيجابية السامة دي بصوا لصورة الحلقة باختصار أنك تتخيل أن عندك القدرة السحرية تحول الضفدع لأمير وسيم على حصان أبيض لأنك تستحق أمير مش ضفدع ولأنك تقدر تكتذب لنفسك الأمير حتى لو ما فيش حواليك إلا ضفادع لأن الحياة بامبي ومليانة ورد وفرشات ولما تركز في حاجة قوي قوي وتعوزها قوي 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 وتطلبها قوي قوي هتتحقق وطبعا لازم تشارك العالم كله قدرتك السحرية دي في حياة براقة مثالية طليق بإنستجرام في السلفز وحاجات كده ما تخافوش أشرح إزاي أنا الكلام الغريبي اللي قلته ده الإيجابية السمى أن أنت تعيش حياتك مش شايف إلا الجوانب الإيجابية فقط في كل شيء حولك وتتفادى تشوف أي حاجة سلبية في أي شيء حولك فتشوف الإيجابية حتى في المجرمين والمؤذيين اللي بعرضوك للخطر شرحنا في الحلقتين السابقتين مشكلة التعاطف المفرط والارتباط المرضي اللي مصدرهم الفكرة دي الإيجابية السمى دي كمان بتخليك تمثل أن أنت زي الفل ما هو ما حصل لك وتخجل من أي ضعف أو مشاعر سلبية طبيعية وتقاوم الشعور بمشاعرك الطبيعية بكل أطيفها زي الحزن والغضب والحداد والخوف لأنك مقتنع أن المشاعر دي مشاعر سمى هتموتك لو شعرت بيها بينما الإنسان الطبيعي لازم يسمح لنفسه بكل أنواع المشاعر ولازم يتعامل معها يخرجها خارجه ويتعامل معها عشان تتعالج بدل ما يتجهلها فتتزايد وتتحول لمرض نفسي مزمن يعني العلاج النفسي والسلامة النفسية ضد فكرة أنك لازم تفضل سعيد ومتوازن وفرحان وعندك طاقة إيجابية طول الوقت بالعكس لازم تعترف بضعفك الإنساني وتقع وتضعف وتعيط وتخاف وتتقلم وتقلق وتسمح لنفسك بكل المشاعر الطبيعية المتعلقة بمواقف حياتك المختلفة تابع حياتك وظروفها وسنك وفي نفس الوقت ما تغرأش تماماً في هذه المشاعر ولكن تتعلم تعيشها لغاية ما تخرج خارجك وبعد تتعامل معها وتصفيها وتتغلب على أسبابها وتتعلم من التجربة وتتحرك للأمام وده بالضبط اللي أنا بحاول أعمله في كل الحلقات هنا فإنت عشان تتخلص من الصدمة والألم لازم تواجه الصدمة والألم وتتعامل معها وإلا هيتكوموا داخلك ويفضلوا يكبروا في الظلام لغاية ما ينفجروا في شكل مرض نفسي أو عضو بعدين ويفضلوا مؤثرين على نظرتك لنفسك وعلى تعاملاتك طول عمرك زي إيه؟ شرحنا في حلقة سابقة حلقة استجابة الصدمة ظاهرة strong independent اللي غالباً كان مصدرها خبرة مؤلمة في الحياة حد خان ثقتك حد أذاكي ألامك جداً كان قريب منك وصقت فيه في أذاكي وضغط مستمر إن أنت لازم تبقي قوية وسعيدة وتقومي من الصدمة فوراً وإنت مبتسمة وتكمل الكفاح في حياتك وتحقق إنجازات خارقة عشان تثبتي للكون إن التجربة دي مؤثرتش فيك الحقيقة أنك متألمة ومدرية ألمك وبتمثل القوة السعادة كنوع من رد الفعل العاطفي كنوع من الحماية النفسية حيلة تلعب نفسي بتعمليها على نفسك عشان تحمي نفسك من الألم بينما مصدر الألم داخلك زي ما هو ما تعليقش وهيأثر على تعاملاتك وعلى اختياراتك طالما متجهلة وتفضلي تقعي في نفس الفخ كل مرة يا إم هتنعزلي عن العالم تماماً وتعاقب نفسك حلقة استجابة الصدمة ضروري جداً تسمعوها معها النقطة دي السوشال ميديا سهمت بشدة في نشر المفهوم ده لأن بوستات السوشال ميديا خصوصها لحاجة زي إنستجرام مثلاً فيها صور لازم تبقى ملونة وسعيدة والإنفلوانسرز بيعرضوا جانب براق من الحياة مش موجود في الواقع حتى في حياتهم شخصية بدليل القصص الصادمة اللي بنشوفها في العالم كله مش الإنفلوانسرز بتوعنا بس جوجل كام من الإنفلوانسرز مثلاً أدمنوا أو أنهوا حياتهم أو اعتزلوا الحياة بعد ما استنزفوا طاقتهم ومشاعرهم وصحتهم النفسية في التمثيلية السامة دي هتلاقوا روابط كتير جداً تحت حلقة الإنفلوانسرز تحت حلقة الإنفلوانسرز ونشر النرجسية من المشاكل المتعلقة كمان إيمان بعض الناس خصوصاً الستات بقانون الجذب اللي بقى زي القرآن بالنسبة لناس كتير جداً أن انت اللي بمجرد التفكير تجذب لنفسك أحداث حياتك سواء خير أو شر ليه ده مشكلة كبيرة؟ لأنه أوقع كتير من ضحايا العلاقات السامة في المزيد من الصدمات لأنهم أصبحوا مقتنعين أن هما السبب في اللي بيحصل لهم وأن هما يستحقوا الأذى لأن هما اللي جذبوا المؤذين لحياتهم وأجبروهم على أذائهم ومن الواضح أن اقتنعهم بالفكرة دي في حد ذات وبيخلي المؤذي يستخدموا ضدهم وده النص التاني من عنوان الحلقة النرجسيين إزاي بيستخدموا الإيجابية السامة دي ضدنا النرجسيين بريعين في الحياة النفسية ومنها كتير متعلق باستغلال الثغرة اللي بنتكلم عليها دي الإسقاط أنت اللي أنانية أنت اللي مش شايفة غير نفسك وتستهلي اللي بيحصل معا أنه هو الشخص اللي عامل كده الوعود الكذبة كان ناوي يعمل لك كل اللي أنت عايزها وكل أحلامك كانت هتتحقق لكن أنت اللي دمرت الحلم بغبائك ورعنتك وغضبك وتطلباتك وغيرهم كتير طبقوا اللي شرحناها في قائمة حياة التلاعب من خلال اللي هتفهموه في الحلقة دي لغاية آخرها هتكتشفوا جانب مرعب كان متسبب لكم في جزء كبير من الأذى من خلال فكرة غلط اكتسبت من المفاهيم الشائعة اللي انتشرت من التسعينات لغاية دلوقتي عن فكرة الإيجابية المفرطة دي واللي اكتسبت مصداقيتها من انتشارها مش من كونها حقائق لتقبل النقد النصابين كمان بيستغلوا نفس الحياة اللي لاستغلالك وتحقيق المزيد منها المكاسب أنتوا محبطين لأن انتوا معرفتوش تحولوا التراب لدهب زي ما وعدوكوا في الكورسات والكتب والفيديوهات والتحفيز واللي مش عارف ايه فيجوا النصابين الجدد يقولولكوا لا معلش ما هما ما كانوش يعرفوا احنا بقى اللي هنقول لكم تعالوا بقى هنقول لكم لناقسكم عشان ما تودوش نفسكم في دا وتفضلوا تلفوا في نفس الدايرة تطلعوا من حفرة تدخلوا في حفرة بعدها وهكذا تنتقلوا من نصاب لنصاب بنفس المفهوم وبنفس الحياة حقيقة الأمر ايه عشان نقدر نستوعب وننقذ نفسنا مفيش مشاعر كويسة ومشاعر وحشة في طيف واسع جدا من المشاعر الانسانية ربنا خلق اهلنا نترجم بيها احداث حياتنا عاطفية والمفروض الانسان السوي يشعر بكل هدي المشاعر بمقادير مختلفة في المواقف المختلفة عبر حياته من اول الطفولة للشايخوخة واللي بيخلي المشاعر كويسة او وحشة هو طريقة تعاملنا معاها واستفادتنا بيها لاستعادة توازننا النفسي والعاطفي والتقدم من خلالها فحياتنا من خلال الدروس اللي هنعرف نستفدها من حياتنا زي ايه طاقة الغضب مثلا مش لازم تبقى طاقة مدمرة فرقع فيك واللي حواليك ممكن تستخدمها زال قاطرة البخارية تشغل محركات لتدفعك الى الامام الحزن الشديد مش لازم يدمرك ويخليك انسان محبط وكئين ممكن يقربك من ربنا لانه حسسك بحجمك الحقيقي كمخلوق ضعيف محتاج سند الهي فمن خلال فعز الحزن والأسل اللي انت فيه ترفع عيدك للسامة وتقول يا رب وهكذا فالحقيقة ان القلم سواء عضوي او نفسي ربنا خلقه لنا ليه عشان يبقى جرس انذار نقوم نطلب العلاج لكن الإيجابية السامة بتقولك اطفي جرس الانذار المزعج ده وادخلناه هتصحى زي الفل بمجرد ان انت تقول لنفسك انا مش قصير وزعها انا طويل وهم انا زي الفل فتبقى زي الفل لا it doesn't work that way هتفضل عايش في انكار وبتمثل ان انت زي الفل لغاية ما تصحى في يوم تكتشف ان انت محتاج تروح الطوارئ زي المفهوم اللي برضو انتشر جدا في البزنس fake it tell you make it اجذب والدعي ان انت خبير في الشغلانة لغاية ما تبقى خبير بس في الاول هتهبل لان انت لخبير ولا حاجة انت كنت بتجذب واتضح طبعا بالدليل القاطع ان ده تخريف وانه في ناس كتير جدا اتحطت في مواقف منتهى السوق لانهم كانوا بيدعوا حاجة لم يكنوها يعني في ناس حاليا في الغرب يعني في قضايا كبيرة جدا لان هما دخلوا بدماغهم كده وعملوا حاجات وهما مش خبرة فيها وضربت في الشغم يعني خطورة تجاه الجرز الانذار ده وانت بتتعامل مع شخص سام انك بتلاقي طريقة وعذوره وتلوم نفسك وقادي الحتة الخطيرة جدا جدا الغضب اللي بيحصل من تخطي حدودك الشخصية او الاساءة اليك المفروض يكون حافز ليك للتحرك بعيدا عن مصدر القلم ولكن تعودك على فكرة ان الغضب وحش والاستنكار وحش ودي مشاعر سلبية وبالتالي التفكير في قطع العلاقة او حماية نفسك يعتبر سلوك سلبي لان انت كده بتظن سوء في الشخص الاخر شوفوا لما لبس توب الدين بيت عاملة ازاي ده بيخليك تساهم في خداع نفسك بابتكار حجج تبرق بيها المؤذي وتعذوره معلش اصل عنده حق وانا استاهل مع ابتكار بقى اي قدر من الاسباب يدخل في الحيلة دي وما يكونش لها اي اساس بالواقع غير في خيالك الشعور بالخوف والقلم والغضب بتفيدك في شكر نعمة الاوقات اللي كنت فيها سليم معافلات وعاني من هذي المنغصات ودي فايدة كبيرة للاختبارات دي لو الحياة حلوة وجميلة وسعيدة باستمرار هتنسى تشعر بالامتنان وتقول الحمد لله وتساعد المحتاجين لمساندة بعد ما عدت في اللي هم عدوا فيه حاجة كمان مهمة ان شخصياتنا مختلفة وده شيء طبيعي ومش مطلوب كلنا نبقى نسخة من بعض فيه ناس رد فعلها عموما متفائل وناس رد فعلها الاول دايما متشائم لا دون غلط ولا دون غلط الحياة المتوازنة محتاجة لاتنين المتفائل يغامر ويقتحم ويخد الصعاب والمتشائم يحذر ويتأنى ويقول بالراحة عشان ما تروحش في ده مداموا لاتنين بقدر صحي مش مرض يعوق الحياس سليمة الحياة محتاجهم لاتنين اللي أنا شرحته ده مهم جدا في مسندتنا البعض كمان وقت الشدة ليه المصدقين في الإيجابية المفرطة دي أو الإيجابية السامة مش معترفين ان الناس من حقها تزعل أو تغضب فنبدأ نوبخ الناس اللي شعرها بالحزن أو الغضب أو الخوف ونضغط عليهم بشدة يشعروا بالسعادة بالعافية فجأة دلوقتي حالا بدون وقت كافي للتعافي للتعامل مع مشاعرهم وفهم مسبباتها والتعلم منها وتجاوزها فأرجوكوا بلاش متلازمة بطلي دالع وبطلي عياط وقوم اشتفي وشك دي يعني سيبوا الناس تعبر عن حزنها وألمها التعبير عن الألم والحزن مهم جدا لتجاوزهم ولما بتكبتوا المشاعر دي بتسبب في مشاكل كبيرة أنا شرحت النقطة دي بالذات فحلقت للرجال فقط عشان هما بالذات مش مسموح لهم يتكلموا عن مشاعرهم في مجتمعاتنا وبالتالي يصبحوا أكثر عرضة للمرض النفسي بسبب كابت المشاعر وإنكار طبعا ده لا ينفي إن الغرق في المشاعر القوية أيا كانت لمدة مطولة بدون مقاومة وبدون علاج مش صح وبيأثر عليك سلبيا فاللي يلاقي نفسه مش عارف يتحكم في مشاعره يروح لمتخصص نفسي يساعده وده مش عين القدرة على إدارة المشاعر الإجابية منها والسلبية مهارة يمكن تعلمها وضروري كلنا نبدأ نتعلمها ودي إحدى المهارات المفقودة عند النرجسيين ما بيعرفوش يديروا أو يتحكموا في مشاعرهم وده السبب إن عندهم الغضب متفجر مثلا وده بيساهم في إننا لما نشوف ده قدامنا فنقتنع إن التعبير عن الغضب غلط لإنه إحنا ما تعرضنا له ضرب في وشنا عورنا ولكن حقيقة الأمر فيه تعبير عن الغضب متحضر من غير ما يؤذي حد ولا يؤذيك ويفيدك في النهاية أن أنت تتخلص من مصدر الغضب والكلام ده كلام مهم وبنقدر نتعلمه من خلال التعامل مع متخصص نفسي زي مثلا الناس اللي عندها يقدروا يروحوا يتعالجوا في حاجة بسيطة جدا يعني في وقت بسيط يقدروا إن هما يتجاوزوا المشكلة دي وبالتالي ربوا ولادهم صح وبالتالي يتعاملوا مع أزواجهم وزوجاتهم بشكل أحسن وبالتالي ما يضغطوش على حبيبهم ومصحبهم وقريبهم اللي حواليهم لما يجوش تقولهم أو تلوهم مساندة إن هما مش من حقك تزعل ولا تغضب ولا تعيط ولا تتقلم وقوم بقى وانسى وعمل نفسك كأن فيش حاجة حصلت ويلا بينا بقى نعيش الحياة طبيعية كأنك معدتش في موقف مؤلم أو محزن أو يسبب الغضب كل دا كلام غلط أنا منتظر أتفاعلكم مع الحلقة دي بالذات لأن أنا عارفة أن أنا دست زرائر كتير جدا وخلتكم تفكروا في اتجاهات مختلفة كتير وددتكم أسئلة أكتر ما ددتكم إجابات يمكن في الحلقة دي ودي حاجة مفيدة جدا علشان نقدر نتعلم إن أنا نتعلم نستخلص معلومات تفيدنا شخصيا كل واحد حسب ظروفه ومن المعلومة اللي بتعدي علينا ونتعلم مع بعض أكتر من الخبرات الحقيقية في قصصكم هتلاقي على الشاشة دلوقتي روابط لأتنين من القائم مهمين جدا حلقتهم متعلقة باللي أنا قلته دلوقتي وإحنا بنرد على التفاعل على القناة في الكامنز وفي التشات أثناء ما بنعرض الحلقة دي لايف لأول مرة وبفكركم إن أنا مش دكتورة نفسية وما بعليكش حد ومش بعمل ده إلا بغرض التوعية أنا مش بعمل ده للتسويق لنفسي يعني شكرا جزيلا لحسن استماعكم ودومتم بخير وأشوفكم الحلقة الجاية إن شاء الله